دي ترجع بالأول و بالآخر للمجلس الإبارة وإذا كان مستر بن جادة يعني كان لي الرغبة إنه هو إنه نحن نشتغل معه ما فيش مشكلة لكن هل بالأول و بالآخر إنه هو راجل كويس وراجل جيد جدا وطبعا إن شاء الله ربنا وفقه إذا كان الخبر سليم يعني أكيد بن جادة يعني بيحب الزمالك شايف مشاركة الزمالك إزاي في بطولة دبي هي بقرصة الزمالك يخرج عن الأوضاع اللي احنا فيها دلوقتي وإنه احنا نحاول نشارك بشكل كبير ندي مكتسبات للعيبة أكتر الفترة اللي جاية ونحاول نحن نستفاد من خلال هذه الدورة لكن برضو هنركع في الأول وفي الآخر يعني إحنا لازم نقف على أرض صلبة والأرض الصلبة بتاعتنا بتتكون من قطاع الناشئين قطاع الناشئين عندك بعيد كل البعد عن مستوى الفن الكويس لأن فيه لعيبة مشت من قطاع الناشئين راحت لأندي أخرى وأنا معرفش إيه سببها أو مين اللي متسبب في الموضوع ده لكن يعني أنا شايف إن احنا لازم نرجع لقطاع الناشئين لأنه ده اللي بيغزي الفريق الأول يعني كابتن هشام واحد من نجوم نادي الزمالك فينك كابتن هشام من نادي الزمالك يعني موجود بس هما يعني يشوفوا بس بيه ناس بتحبت يعني أسمسو كلتي إن أنا كده وهي دي بتدعب ناس كتير ما حصلش أي تواصل معاك من مجلس الإدارة الجديد؟ لا ما حصلش يعني إحنا تحت أمر نادي الزمالك ونخدم نادي الزمالك وحبنا النادي الزمالك وجمهور النادي الزمالك بيخلينا إن إحنا دايما تحت أمره في أي وقت لكن طبعاً أنت عارف الأحداث قبل كده السابقة كانت بتخلينا إن أنا كنت بعيدة عن النادي وهنشوف دلوقتي المجلس الإدارة الجديد هل هيتعاون معان نجوم الكورة الكبر بتوانات الزمالك ولا هيبكر بأسلوب تاني فهنشوف يعني